قررت الحكومة اللبنانية الإغلاق التام حتى 15 حتى 8 فبراير القادم وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإغلاق التام أو حظر التجوال يوم 25 يناير الحالي لكن الحكومة مددته 15 يوم لينتهي 8 فبراير وما أن أعلنت الحكومة هذا المد حتى انفجرت الأوضاع دون سابق انزار وتحول الشارع اللبناني إلى هذه الصور غير المتوقعة والتي لا تصب في صالح لبنان بكل تأكيد الحال الذي وصلت إلى لبنان هذا هو لبنان هذه هي الدولة التي كنا نتغنى بها ونتمنى زيارتها تتحول إلى ساحة للفوضى وليست ساحة للحرية كما يزعم البعض وليست ساحة لأمال وطموحات الشباب كما يصور البعض وإنما ساحة للفوضى ما في ذلك شك ما يجري في العراق ونقلت لحضراتكم عبر الهاتف مع المتحدث باسم مكافع الترهاب والتفجيرات المتتالية بيتزمن مع هذا المظهر وهذا المشهد المحزن في لبنان التي كانت دولة ضاحكة بيروت الضاحكة بتتحول إلى بيروت الباكية بنرى مشحنات ومواجهات بين الشرطة وبين الشباب المتظاهر متظاهر ليه؟ يعني لأنه أعداد كورونا زيادة والإصابات زيادة والفياد زيادة فالدولة قررت الإغلاق فعملوا مظاهرات هل هذه هي الأسليب السليمة للتعامل مع قضايا بهذا الشكل بهذا النوع لا يمكن أن أتصور أن في حد بيحب بلده يكسر لا يمكن أن أتصور حد بيحب بلده يخرب وبعدين المشكلة أن هذه اللقطات هيخدها مجموعة من الناس يقولك نداء الحرية ينطلق وصحات الحرية تعلو في شوارع لبنان والشباب الطاهر النقي بيحول لبنان إلى ساحة الحرية خراب قدام حضراتكم خراب محضق وخراب مطبق على الشارع البيروتي والشارع اللبناني هيستفيدوا إيه الشباب؟ فين الدولة؟ فين الحكومة؟ فين لليان داود صحيح؟ ما غردتش لليان داود يا إبراهيم؟ لما تغرد بقى أقول لي إبراهيم ترجمة نانسي قنقر